موسيقى أسعد اللهم أساكم مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نصرة الأخبار المباشرة من قناة العيون الجهوية نستهلها بالملف السياسي مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء مهمة المنورسو لمدة سنة إلى غاية 30 أبريل 2013 ودعا مجددا الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كما جدد مجلس الأمن في قراره الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه الخمسة عشر التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 و7 للأمين العام للأمم المتحدة مشيدا بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبدلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية المزيد في تقرير الغالية الكوارا لا جديد يكسر جمود قضية الصحراء يسوق نحو التوافق وإلم لمتاريخ الجراحة لا جديد سوى قرار مجلس الأمن تمديد مهمة من أرسو إضافة إلى توجيهه دعوة جديدة لجزائر لإحصاء سكان تندوف وهكذا فقد سجلت المملكة المغربية بارتياح مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبإجماع أعضائه اليوم الثلاثة على القرار رقم 2044 هذا القرار الذي يمدد مهمة من أرسو لولاية جديدة تستمر حتى الثلاثين من أبريل 2013 صوت المغرب لصالح هذا القرار لأنه يؤكد من جديد على أهمية وأولوية مبادرة الحكم الداتي التي قدمها المغرب ويقدر في نفس الوقت المجهودات التي قامت بها بلادي منذ 2006 وهذا ما يثلج صدرنا ويزيد من تشبتنا بهذا الإطار التفاوضي صوت المغرب لصالح هذا القرار لأنه يعيد من جديد التأكيد على أهمية إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وهذا يسائل أولاً وآخراً إخواننا في الجزائر بحكم تواجد المخيمات فوق أراضيهم وبحكم الالتزامات التي يضعها القانون الدولي الإنساني على عاطقهم بارتباط مع المفوضية العليا للاجئين عام آخر لبعثة من رصوب الصحراء وذلك مفاده أن الباب ما زال مفتوحاً وتحت مظلة دولية أمام الأطراف المعنية بقضية الصحراء لإرساء مزيد من المرونة السياسية بغية تعزيز خيارات تروم التوافق وتنشد السيرة نحو حل ينبني على مقاربة عقلانية جدية ترفع البعد الإنساني للقضية فوق أي حسابات أخرى أو أي عرقلة وبهذا الخصوص فقد دعا مجلس الأمن من جديد الجزائر لإحصاء سكان مخيمات تندوف وذلك من أجل ضبط وتقنين الوضعية الإنسانية بالمخيمات وبذلك يؤكد مجلس الأمن عبر قراره هذا وبقوة التوجيهات الأساسية لتسوية هذا النزاع الإقليمي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للقضية وفي نفس الإطار فقد رحب مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة من طرف المغرب في إطار مسلسل تعميق الإصلاحات السياسية معبرا عن ارتياحه بافتتاح فرعين لمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخل وفي هذه المحطة السياسية التي يشهدها ملف قضية الصحراء تم التأكيد مجددا على وجهة المبادرة المغربية لحكم الذاتي وبذلك تتضح الرؤى نعم ويجدد القرار الدولي إسراء المنتظم الدولي على دفع الأطراف نحو المزيد من الانخراط في اتجاه توفق يحل القضية وفي سياق متصل بمجال حقوق الإنسان كما شاهدنا في التقرير شكل تطور مجال حقوق الإنسان بالمغرب ومسلسل الإصلاحات التي شملت مختلف المجالات كانت في صلب اللقاءات التي أجراه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني بسترسبورغ على هامش أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقرير فاتحة لمين النايب البرلماني مولود هاجف عن الفريق الحركي وفي سؤال موجه لوزير التجهيز والنقل تسأل عن مدى تجاوب مدونة السير مع انتظارة مختلف مكونة الشعب المغربي نسألكم السيد الوزير عن مكانية تقييم حصيلة هذه المدونة وماذا تجاوبها مع انتظارات مختلف فئات المجتمع وكذلك الإصلاحات البنيوية والتحتية المواكبة لها وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح كذب أن الحكومة الحالية ماضية في تطبيقها المدونة في ظروف جيدة وفي ظل المجهودة الجبارة المبذولة للنقص من نسبة حوادث السير على الصعيد الوطني أكيد أن الأرقام ديال حوادث السير أرقام تسائلنا جميعاً ونحن مسؤولون كحكومة ولكن أيضاً كمجتمع مسؤولون عندما نرى بأنه رغم العمل الجبار لك تقوم به البلاد دينا بغض نظر على موقف كل واحد عمل على المستوى القانوني على مستوى تعبئاء كين إشكال حقيقة على مستوى حوادث السير وهذه مناسبة لكي نقول أن الإحصائيات نعطي جزء للأرقام تكد تكون صادمة الرقم الأول وهو أن الدراسة التي أنجزت مؤخراً أثبتت في بعض المدن أن 94% من الصائقين لا يحترمون على مدقف 94% هذا من خلال بشعين استوعبوا جيداً الإشكال ثانياً أثبتت دراسة وهذا رقم آخر صادم على أنه الانطباع لعالناس أنه الشاحنات والحافلات والطاكسيات هذه لا يشكلون إلا أقل معصرف 100% من حوادث السير بمعنى الخواص هم الذين عندهم إشكال تسعينهية ولذلك بدأنا الآن حوار حول هذا الموضوع من أجل أولاً تنزيل كل ما يتعلق بالمراقبة والسلامة وتغيير طريقة العمل للنجنة الوطنية للسلامة للطرقية وكي الآن عمل إطار شاركة مع المجتمع المدني مع وسائل الإعلام مع الفنانين مع كل ما يمكن أن يساعدنا مع وزارة الأوقاف مع وزارة التربية الوطنية باش يمكننا نقوم بواحد عمل جبار على مستوى الممارسة وعلى مستوى السلوك يعني فيما يتعلق بالسياقة نعتذر لمشاهدنا الكرام عن هذا الخطأ التقني الخارج عن إرادتنا وكان الموضوع يتعلق بجلسة الأسئلة الشفاهية بمجلسي النواب ونعود الآن لتطور مجال حقوق الإنسان بالمغرب ومسلسل الإصلاحات التي شملت مختلف المجالات كانت في صلب اللقاءات التي يجرى هزير الشؤون الخارجية وتعون السيد سعد الدين العثماني بسترسبورغ على هامشي أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقرير فاتحة لمين المغرب يتوج بجدارة بوضع الشريك من أجل الديمقراطية ويوقع على الدفتر الذهبي للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي تمييز آخر تحصده المملكة اليوم داخل الفضاء الأورو متوسطي بتبني مشروع خطة عملين بين المغرب ومجلس أوروبا في الفترة ما بين 2012-2014 للعمل سويا من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في دولة الحق والديمقراطية شيء مهم بالنسبة لأوروبا أن يكون لها تعاون وطيض مع المغرب لأننا نتقاسم نفس التحديات وبالتالي فهو هام لنا ولجيراننا أيضا المغرب وعلى خلاف دول أخرى بالفضاء الأورو متوسطي استثمر المتغيرات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة في توسيع وطيرة مسلسل الإصلاحات مدخلة وزير شوني الخارجية والتعاون أمام ممثل الجمعية البرلمانية استعرضت أبرز الأوراش والبرامج السياسية والاجتماعية التي سطرتها المملكة لتعبيد الطريق نحو الديمقراطية هناك مجموعة من البلدان تود الحصول على وضع مماثل لشرك من أجل الديمقراطية لكن هذا الوضع يقتضي مسؤوليات والتزامات ونحن لذلك شركاء المغرب مستعد للوفاء بمستلزمات هذه الشراكة ولكن أيضا هو قادر على أن يغني هذه الشراكة ويقدم تجربته لها تعزيز الممارسة الديمقراطية يبدأ باحترام حقوق الإنسان مبدأ مشترك بين الشمال والجنوب وقف عندها المسؤول المغربي عند لقائه بالمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان لديكم مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيكون مهما بالنسبة لنا اللقاء بهم لتبادل التجارب لأن هذه المؤسسة الوطنية الحقوقية هم شركاءنا الأوائل في دول الجوار لذلك فأنا أعتقد أنه سيكون مفيدا لنا أن نتبادل خبراتنا أشغال اليوم الثاني للجمعية البرلمانية توجات بمشاركة الوفد البرلماني المغربي في لجنة المساواة ومحاربة التهميش لعرض التجربة المغربية في هذا المجال وفي سياق متصل دائما بواقع حقوق الإنسان عقدة بمدينة العيون اجتماع للجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون سمارة وذلك استكمالا للدورة الثانية للجنة اجتماع دعا المجموعة الثلاثة المكونة للجنة الحقوقية إلى تقديم مقترحاتها في مشروع برنامج العملي السنوي هذا المشروع يهم رصد وإشاعد ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة سالك زوبير محمد مشنان والرابورتاش استكمالا للدورة الثانية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة عقد هذا الاجتماع لتقديم مشروع البرنامج السنوي للجنة اجتماع ستنكب خلاله مجموعة العمل الثلاثة على تقديم عدد من المقترحات بشأن حقوق الإنسان بمجال اشتغالها وبين المقترحات التي ينتظر أن تتناولها مجموعة عمل الحماية تلك المرتبطة بزيارة ميدانية لبعض المؤسسات وخاصة السجن المحلي لإطلاع على ظروف سير المؤسسة دورها هي الحضور الميداني وزيارة الشجون خصوصا الزيارة الأخيرة وحضورها بعد المحاكمات وخصوصا المحاكمات أحداث الداخلة وهذا يأكد بأن الوجه الحقيقي والواقع والجديد هو أننا حضورنا ورصدنا وتتبعنا لما يقع من من انتهاكات أو ما هو الجديد في حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة تقوم مجموعة العمل المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان بإعداد مجموعة من المقترحات المتصلة أساسا بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وفي هذا الصد اجتمعت وعقدت المجموعة العمل مجموعة من اللقاءات التشاورية والتواصلية بهدف تصطير هذا البرنامج الذي يضم ثلاث محاور أساسية محور تواصل محور تكوين وتقوية القدرات ومحور التحسيس والتوعية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعرف حضور وبرامج للمرأة خاصة تعالج جميع قضايا المرأة في جميع الميادين التي ترتبط بحقوق الإنسان مشروع البرنامج السنوي للجنة حقوق الإنسان العيون الصمارة تتقدم بمقترحات بشأنه ثلاثة لجان وتضم مجموعة عمل الحماية التي تهم رصد حماية حقوق الإنسان وكذا مجموعتين نهوض بالثقافة الحقوقية والفكر الحقوقي وتهتم هاتين المجموعتين بإعداد ندوات وأيام دراسية إشععية وفكرية في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة في موضوع آخر نظمت الكلية متعددة الإختصاصات بالتعاون مع جامعة السلطان مولاي سليمان نظمت اليوم حفلا تكريميا لفائدة قناة العيون الجهوية الحفل جاء عرفانا بالدور الهام الذي لعبته القناة في التعريف بالقضية الوطنية الجامعة اعتبرت القناة ورشا وطنيا كبيرا يستحق التكريم والعرفان خصوصا وأن طاقمها التقني وصحفي طاقم شاب أبدأ بكل شجاعة ومسؤولية خراقه في المشروع الوطني الكبير يعتبر قطاع الصيد البحري بإقليم بوجدور إحدى الروافع الأساسية للتنمية الاقتصادية بالإقليم بالنظر لإمكانيات الهائلة التي توفرها السواحل بالمنطقة من حيث غناها بثروات السمكية المتنوعة ذات الجودة العالية لتثمين هذا المنتوج البحري تعززت تجهيزات التحتية المرتبطة بالقطاع بسوق السمك وكذل منشأ المينائي الجديد وذلك بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة الجنوب والمكتب الوطني للصيد البحري مريقين العروسي ومحمد شارع لضمان معايير الجودة والتنافسية للمنتج البحري على الصعيدين الوطني والعالمي وكبل منشأ المينائي الجديد سوق السمك بأحدث التجهيزات والآليات منشأة تم إنجازها بكلفة مالية إجمالية بلغت 30 مليون درهم وعلى مساحة مغطاة تقدر بـ 2400 متر مربع وتضم فضاء لبيع السمك ومنطقة للوزن ومرافق دارية وتقنية وتندرج هذه المنشأة في إطار تنفيذ الاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري اليوتيس في إقليم بوجدور في إطار استراتيجية جديدة اليوتيس يقوم المكتب الوطني للصيد بإنشاء جيل جديد من أسواق السمك تستجيب لجميع معايير جودة المعمول بها عالميا إذن في هذا الإطار يندرج سوق السمك لبوجدور وهو الذي يأتي في إطار شراكة ما بين وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ووزارة الصيد البحري بالإضافة إلى مكتب الوطني للصيد وهو السوق كما سلفت يستجيب لجميع معايير الجودة المعمول بها عالميا ومن المنتظر إن شاء الله أن يساهم ليس فقط في التثمين الجيد للمنتوج البحري بل سيساهم كذلك في أعرفة من مداخل البحارة تعززت تجهيزات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري في الإقليم بسوق للسمك من الجيل الجديد والهدف إعطاء دفع قوية للنشاط الاقتصادي بالإقليم واستثمار المؤهلات التي تسخر بها سواحل المنطقة المنتوج البوشدور يستحق هذا السوق بالفعل بالنسبة للعكز الإيجابي على المهنيين يعني سوق السمك كبير بالمواصفات سوف يفتح لنا المجال للمستثمرين الشراء الجداد والجل الإقليم عنده معايير دولية لا يقدر نقوله نحن نسوق المنتوج دينا في واحد الراحة كميهنيين وبالنسبة للميناء الجديد توغي نقص على نوع دعيب اللي كان نعانه من نوع 30 سنة لأن إقليم بوشدور المورد الاقتصاد دياله هو قطاع الصيد البحري ويذكر أن هذا السوق يرتكز على مبادئ أساسية تتمثل على الخصوص في التحكم في التدفقات داخل السوق ومراقبة الحرارة داخل هذه المنشأة قصد المحافظة على جودة الأسماك داخل الفضاءات المخصصة لبيع المنتوج السمكي بالإضافة إلى إخضاع مسلسل التسويق إلى نظام معلوماتي بدءا من مرحلة التفريغ وصولا إلى البيع النهائي للمنتوج نبقى بمدينة بوشدور فعلى مدى ثلاثة أيام استفاد الصناعة التقليديون من دورة تكوينية تهم كل من المصنوعات الجلدية وذلك تحت إشراف مديرية التكوين المستمر والمهني للصناع الحرفيين بوزارة الصناعة التقليدية وبتعاون مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بإقليم بوشدور الدورة استفاد منها 37 مستفيدا نعود مع بريقين العروسي ومحمد شارف الدورة التكوينية التي تنظمها المديرية الإقليمية لاستناعة التقليدية ببوشدور لفائدة الصناعة التقليديين عرفت حضورا مكثفا لهذه الفئة المستهدفة دورة تأتي لوضع تفاصيل عملية دقيقة من خلال ورشات تطبيقية لوضع الصناعة التقليديين على سكة الاحترافية العملية مع اكتساب خبرات جديدة للمسج بين المكتسب التقليدي وملائمته متطلبات السوق العصرية هذه ثانية دورة تكوينية استفادنا منها إلا أنه هون الجديد في هاي الدورة التكوينية هون كانت تكوين في صناعة تقليديين المصنوعات الجلدية وكانت تكوين في السياقة بالنسبة للذكر والعام الماضي كان لا تكوين في المصنوعات الجلدية واستفادنا ياسر هون الناس والساتداء معدلين وفهمونا مزيان ونحن قعد كنا نعرف الحمد لله الصنع ومخلينا جدادنا لجدادنا ورأبين الحمد لله بإعلامته وكل شي نعدلوه ولكنهم زادون ياسر من الخبر وزادون ياسر من الفصال وزادون ياسر من تغيير الالوان والتدك سامعتي وستفادنا من عندهم قبالة ياسر من استفادة تبارك الله تعلمنا من عندهم نوع مغط أنا نعرفه ولكن مغط استعملته ومنين جواهون عدلته شين قالوا الواو الواو وعر على حد قد عدلو حد ما هو مخباري ما قد عدلو وحد مخباري تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم والصنع ماتنحد ماتنحد سقل المواهب والتوازن ما بين المحافظة على التراث المحلي وملأمته مع أنماط العيش والحاجيات العصرية أهداف يرموها المشرفون على التكوين وذلك في إطار رؤية استراتيجية تمتد على مدى سنوات الهدف من تنظيم هذه الدورات في ميدانين ومجالين مجال المستوعة الجلدية أولاً نسبة للنساء هو تكميل الدورات التي كانت في 2010 التي تعطوها تقنيات لكي المنتوج يزيد فيه الجودة والإنتاجية المجموعة المستفيدين من هذه الدورة وصل إلى 37 الهدف من هذه الدورات كما قلنا هي تقوية الكفاءة المهنية للصناع المحليين وخاصة ببعض الحرف التي تعرف صعوباتها في الإنتاج التسوق وي حرف ذات مضمون ثقافي قوي وذات حمولة ثقافية قوية والهدف منها بالأساس هو التوجيه إلى نمط جديد من الإنتاج يستجيب لحاجيات وذوق المستهلك تقريب الصناع التقليديين من موادعتهم والمصنوعات الجلدية والسياغة أمر سيساعدهم على تقوية قدراتهم المعرفية والعملية في مجال الصناعة التقليدية روبرتاج النشر ينقلنا إلى الرصيد الأثري المهم الذي تحفل به مجموعة من المواقع الإركيولوجية بإقليم إقليمين مواقع تجلب اهتمام العديد من الباحثين الذين تكفلوا بسبر أغوار الثراء الأثري بالمنطقة روبرتاج حافظ محدار ومحمد بعيرس مواقع أثري لها قيمتها التاريخية وأهميتها الأركيولوجية تتوزع بالعديد من مناطق الإقليمة الأبحاث التي باشرتها بعثة أثرية مغربية إسبانية مشتركة والتي انطلقت منذ العام 1995 على طول 150 كم مكنت من تحديد أزياد من 400 موقع أثرية يعود لفترة ما قبل التاريخ والعصور الوسطى المدينة المطاق والمدينة الأقصابي كان عندهم مرفع تجاري في المحيط النافذة لهم على المحيط التي تسمى دوك فوماساكا دوك خمنا بحفريات باش أن ادونتيفيو الموقع يعني المصاري كتظر عليه ولكن تشيح دمك تشفى الموقع هذا دوك هذه الحفريات يعني مكناتنا باكتشاف هذا المرفع التجاري ديال القرن 14 وال15 وأكثر من هذا في الطبقات الروسوبية اللي تحجم النو لقينا واحد المعمل ديال الصناعة ديال السباغات البوربر دوك لكل البوربر اللي هي كانت سباغة مالكية كانت معروفة بالخصص فترة ديال الملك الموريطاني دي جوة تاني هذه المسوحات والاركيولوجية ساهمت في النبش في ذاكرة المنطقة التي تزخر بكنوز أثرية بالغة لهمية إدراج هذه المواقع في إطار جولات سياحية وثقافية يبقى من أولى اهتمامات الجهات المعنية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لذائدة الساكنة المحلية نتائجه مهمة لأنه يتوفر على خرائط تدل على ما يكتنز الإقليم من تراث هام جدا خصوصا ما يتعلق بمدينة تقوس التاريخية ومدينة النون لمطة التاريخية ولهذا العمل يتقدم شيئا فشئا وهو يسير في إطار مسح مهم جدا بحيث يعطي صيانة لهذا التراث الذي تكتسحه المباني دون معرفة ربما لجهل من هؤلاء الذين مثلا يحاولون استقلال أراضهم وهذا شيء حقيقي وشيء من طبيعة الحال لكن هذه عملية المسح تأتي لتحسيس مالك هذه الأرض والمهتمين بالتراث على أن هناك تراث غني جدا ومتنوع وخصوصا ما يتعلق بهذا التراث الأثري الذي لم يكتشب بعد على كل حال عملية المسح تسير ولو أنها كما قلت تسير ببطء نسبيا ربما لظروف ولكنها ذات أهمية مواقع إذن تشكل بأهميتها إرثا حضاريا وتاريخيا يلزم العناية به وصيانة مكوناته الجوارية مهمتنا تندرج في صميم صيانة ثراث المندقة وإبراز خصوصياته المتميزة بإقليم طاطحي أتباعه ومريد زاوية الولي الصالح سيد محمد بن يعقوب الموسم الديني لهذا القطب الروحي دفين جماعة بن يعقوب القروية بقيادة آقا إغغان فعالية هذا الموسم تشتمل على العديد من الأنشطة والفقرات حيث تميز اليوم الرسمي بزيارة عامل الإقليم إلى ضريح هذا الولي الصالح الذي يعتبر قبلة العديد من الطلب الوافدين من جميع أنحاء العالم التوقيت الرسمي للمملكة سيتغير عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل وذلك بإضافة 60 دقيقة حسب ما أعلنت عنه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رياضيا تأهل فريق ويدادة سمارة لكرة اليد مساء اليوم للدور الربعي النهائي لبطولة الأندية الإفريقية الفائزة بالكاس وذلك رغم هزيمته أمام فريق ريدشارد الإفواري بفارق أهداف ضئيلة جدا وهو ثلاثة أهداف نتيجة 34 مقابل 31 لودادة سمارة ويرتقى أن يجري الفريق مقابلة الربعي النهائي بعد غد ضد النجم الساحلية تونسي بالعاصمة تونس رياضيا أيضا تقربنا كذلك من تفاصيل الزيارة التي قامت بها هذا اليوم اللجنة الابتدائية المكلفة بملف الاحتراف لنادي شباب المسيرة لمدينة العيون والهدف الوقوف على ملف الفريق ومدى مطابقته لمعايير دفتر تحملات البطولة الاحترافية تفاصيله في روبرتاج عدي المسعودي ونيما المغيفري بعد زيارة دية الجيش الملكي الفتح الرباطي النادي القنيطري اللجنة الابتدائية المكلفة بملف الاحتراف وتسليم الرخاص للمشاركة في البطولة الاحترافية حطت الرحال بمدينة العيون كمحطة رابعة في برنامج اللجنة للوقوف على مختلف التفاصيل الصغيرة والكبيرة المتعلقة بملف شباب المسيرة ومعدم طبقته لدفتر التحملات كل الترتبات وضعت من المسؤولين عن الفريق لتقريبا لجنة من الأمور الإدارية والمالية للفريق في الصباح كانت عندنا جلسة معهم خاصة عن المستوى الإداري والمستوى المالي وطلعناهم على جميع الوثائق وجميع السندات القانونية اللي كان يتعامل به الفريق في الشطر اللي تخطم البطولة وفي المساء عندهم كذلك دفتر التحملات كفرض عليهم يعاينوا المرشآت الرياضية والحمد لله لا على المستوى الإداري مع الصباح المالي ولا على المرشآت الإدارية الحمد لله أو الرياضية اللي فيها الملعب كاملة في المستوى وهذا الحمد لله نقطة اللي تسجل المسؤولين دي المدينة أعضاء اللجنة الابتدائي المكلفة بملف الاحتراف أبروا عن ارتياحهم الكبير لملف شباب المسيرة الشيء اللي يمكننا تنسجله بكامل الارتياح وهو التحول التغيير اللي كانت جدري بالنسبة للأمور اللي لحدها السنة الماضية بالنسبة لجميع الأمور اللي تتعلق بنادي شباب المسيرة سوى في ما تتعلق بالتدبير ديالو الإداري أو اللي المالي أو اللي يعني التأثير ديالو التقني إذن هذي أمور جد إيجابية كذلك إنه بالنسبة للنادي إنه احترم جميع تعهود الديالو اللي كانت السنة الماضية الآن احنا بسدد زيارة الملعب لتتجري فيه المباراة اللي تستقبل فيه النادي المباراة ديالكورة القدمة الرسمية واللي هو موضوع رهن الإشارة ديالهم طرف المجلس هذا الملعب اللي حسب المعطيات الآن اللي عندنا وهو غد يعرف واحد الحدد ترميمات الزيارة كانت كذلك فرصة للوقوف على مسجدات مشروع ترميم المركبة رياضي الشيخ محمد الغدف بالعيون بالنسبة لأمور احترافية بلدي ديال العيون كانت توجد جميع الملاعب من أهمها الشيخ ديال الشيخ محمد الغدف ده بدلنا برنامج الإعادة الهيكلة ديالو الشطر اللول ديالو بالطبع غد ندير تنسيق مع الجنة باش ناخده جميع احتياطات ديالنا باش تكون مواصفات دولية في الملعب ديال الشيخ محمد الغدف المحطة الرابعة من السيارة الستة عشر التي ستقوم بها لجنة الابتدايات المكلفة بملف الاحتراف لمختلف الفرق الوطني الاحترافية سجلت مجموعة من النقاط الإجابية لفريق شباب المسيرة على المستوى اليداري والمالي وحتى على مستوى البنيات التحتية التي ستشهد إصلاحات كبرى سيكون لها وقع نجابي أكبر على الملف الاحترافي لفريق شباب المسيرة أبرز ما تناولته صفحات الرأي ومقالات الزملاء في الصحافة المكتوبة من خلال رصد شامل للزميل محمد لمين القارح يتجول في صفحات الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من خلال هذه القراءة نستهل قراءتنا بجديد صحف الصادرة يوم غد الأربعاء من يومية الصباح والتي تخبرنا في صفحة الثالثة بأن الاتحاد الأوروبي يرحب بتطور العلاقات المغربية الجزائرية وجاء هذا خلال انعقاد أشغال الدورة العاشرة من مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقد يوم أمسين الاثنين بلوكسنبورغ وأوضحت الصباح بأن المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول أكد بعد انتهاء أشغال مجلس الشراكة أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتوجه الإيجابي في مصاري العلاقات المغربية الجزائرية ويتطلع إلى مزيد من التقدم في هذا المجال من أجل تحقيق الاندماج الجهوي كما أكد على أن المغرب والاتحاد الأوروبي يعتقى سمان هدف التعميق والتقوية علاقاتهما على أساس الوضع المتقدم للمغرب وبخصوص ما كتب عن الأقاليم الجنوبية للمملكة في صحف الصادرة يوم غدين الأربعاء تخبرنا يومية الأحداث المغربية في ملحقها مجتمع بأن مدينة قليميم شهدت يوم أمسنا الاثنين إنعقاد المنتدى الجهوي لجهة قليميم أصمارا حول سياسة المدينة بمشاركة مجموعة من الفاعلين والمهتمين بالمجال إلى جانب مجموعة من المسؤولين وارتباطا دائما بما كتب عن الأقاليم الجنوبية للمملكة تخبرنا صحيفة الخبر بأن الضمان الاجتماعي والنظام المساعدة الطبية رميد شكل موضوع لقاء تواصلي نظم في مدينة السمارة من قبل إحدى هيئات المجتمع المدني وعرف مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة ومن الملحق الرياضي ليومية بيان اليوم نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدين الأربعاء وجاء فيه بأن فريق شباب المسيرة لا يزال يواجه مجموعة من العقبات لكي يرفع رصيده في صبورة ترتيب البطولة الوطنية لكرة القدم قسم الكبار ويودع المرتبة الأخيرة وآخر هذه العقبات عدم تبقنه من الفوز على فريق حسنية أغادير بالمقابلة التي جمعت بينهما نهاية الأسبوع الماضي انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة قحوان أبو غرين من تطيب البلعيد عن سن تناهي سبعة وثمانين سنة المرحومة تنتمي لقبيلة أيت الحسن كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بجمع الشويشة المرحوم ينتمي إلى قبيلة أيتوسة تغمض الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ورقة أحوال التقس ليوم غد بمشيات الله تخبرنا أن التقس سيكون مستقرا مع احتمال هبوب بعض الزوابع الرملية شمال الأقالم الجنوبية سنلاحظ انتشار بعض السحب المنخفضة الكثيفة صباحا من المحتمل أن تعطي بعض الأمطار الضعيفة درجة الحارة الدنيا المسجلة لهذه الاستراحة بمشيات الله ما بين 14 درجة بيقليميم وطاطو 18 درجة بالقويرة والسرد بالنسبة لمقاييس درجة الحرارة العليا ستراح ما بين 33 بأسة و21 بالداخلة وسيديفني حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون قليل الهيجان إلى هائج من طنجة إلى الدار البيضاء وهائج من الدار البيضاء إلى الجديدة وهائج إلى كثير الهيجان من الجديدة إلى طرفايا وسيصبح هائجا من طرفايا إلى المعشود شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة السادسة صباحا و22 دقيقة والغروب على الساعة السابعة مساء و18 دقيقة أما بالنسبة لمقاييس درجة الحرارة العليا المسجلة اليوم يغدن ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستكون في حدود 37 درجة بالعاصمة الموريتانيا نواكشوت 41 درجة بالعاصمة المالية باماكو 26 درجة بنواديب 23 بالأسبالما 29 بزويرات 37 بأطار 36 بتندوف 40 بالرابوني 41 بتودن 42 بكي هيدي أما بالعاصمة الرباط ستكون إن شاء الله في حدود 21 درجة قبل الختام نعود كالعادة لنوجه عناتكم مشاهدين الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نسرة الأخبار للايام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت SNRT وعماء كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون الجهوية والقناة الأولى وإضاعتها العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشار لشؤون الصحراوية كوركاس غدا في تنامي الساعة الرابعة ستتقون مع إعادة لهذه النصرة عبر قناتي المغربية بالحتام تحية لكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة